السيدات والسادة مساء الخير في البداية كان المصرح كان على مدى تاريخ الإبداع المصري دائما في مقدمة الفنون مصدرا للمتعة ومدرسة للفن الراقي من جورج عبيض ويوسف وهبي إلى عزيز عيد ونجيب الرحاني ومونير المهدية وفاطمة رجدي وروز اليوسف ثم جاءت الستينيات وسبعينيات ليحمل كتاب ومخرجون كبار مهمة ثقافية وعطنية كبيرة مهمة نشر التنوير والمعرفة وقيم العدل والحرية وامتلأت صلاة المسارح بجمهور يشاهد أعمال يوسف إدريس ونعمان عشور لطفي الخولي نجيب سرور سعد الدين وهبة ألف رد فرج عبد الرحمن الشرقاوي صلاح عبد الصبور وعلي سالم وكان معهم مخرجون كبار سعد أردش علي زرقاني نبيل الألفي كرم طوع أحمد عبد الحليم سمير العصفوري وغيرهم خرج المسرح من أسوار العاصمة وذهب للريف والصعيد عايش هموم المجتمع وناقش قضايا في تلك الأيام كتب المسرح تاريخا فأين نحن من هذا التاريخ؟ ماذا جرى للمسرح المصري؟ لماذا انصرف عنه جمهوره؟ هل فقد المسرح بريقه أم فقد البصلة؟ معنا اليوم مبدع مصرحي كبير عصر مشكلات المسرح وهموم المسرحيين لفترة طويلة مبدع قدم للمسرح والدراما المصرية أعمالا اجتماعية وتاريخية بارزة نسأله هل المسرح المصري في أزمة؟ هل الأزمة في الفكر والمضمون أم في الإمكانيات؟ حديثنا اليوم من مصر عن المسرح كيف تعود الروح للمسرح المصري وكيف يعود لدوره في صناعة الوعي ونشر المتعة والذوق الفاني في المجتمع أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر